كلنا الموضوع ده بالنسبة لنا جديد يعني فكرة ان انت تبقى عايش حالة وباء وتضطر ان انت تاخد بالك وتعمل احتياطات تخسل ايديك بالماء والصابون كتير تحطك حل تلبس كمامة تلبس جوانتيات اكيد الموضوع ده بالنسبة لنا جديد كان فيه طول الوقت تخوف من فكرة ان الناس مش هتقدر تشتري كمامات دلوقتي الكمامات بتتوزع ببلاش زي ما حضراتكم عارفين وشايفين طبعا توزع في اماكن كتير ببلاش على كل الناس بس هي الفكرة ان يعني لما الواحد بيبص كده وبيتبه تلاقي ناس لابس الكمامة بس منزلها حططها على بقه بس وكأن المناخير دي مش جزء من جهاز التنفسي وكأنها مش هتعديك انت بدزلها هيقولك اصلا مش معرفة تنفس وانا حطط الكمامة فحطها على بقه بس فهو يعني بيحمي الفيروس من بقه بس ما بيحميهوش من منخيره فلا الكمامة كله يعني رتب نفسك كده واحدة بواحدة عشان منخيرك برضو ممكن تجيب الفيروس او التاني او التانية اللي تلبس جوانتي وتقولك انا لابسة جوانتي انا عامل اللي انا عايزاه بس هو على اساس ان الفيروس بيجي على الايد فبيخترق الجلد يمشي في مجرى الدم يروح للرقة وتلاقيها لابسة الجوانتي وتروح بتمسك الحاجات وبتاعه تحط ايديها على مناخيرها ووشها وعادي خالص تمام مش فارق معاها الجوانتي ده في قدرة خارقة اول ما بتمسك الفيروس بتكهربه فبيموت الجوانتي بيحمي ايديك من الفيروس والجوانتي بيحمي ان الفيروس ما يجيش على ايديك فده مش معناه ان انت تحط الجوانتي على وشك او تلمس بيه مناخيرك لان ايديك ما فيش خطر عليها حط ايديك في مزرعة فيروسات مش هتتعدي مش هيجيلك كورونا بس لو حطيت ايدك وانت لمست فيروسية واحدة على وشك هتعيا فدي اجراءات مهمة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها مهم ان الناس تلبس المسكات في الاماكن الزحمة وده ياخدنا النقطة مهمة جدا اللي كان حاصل على السوشيال ميديا بقاله يومين والناس اللي قاعدة بتقول شوف الناس في اللازهر وشوف الناس في العتبة وشوف الناس في الحتة اللي حواليها دي نزلين قد ايه لازم يتعمل حظر كامل لازم الناس ما تنزلش ممكن يتعمل حظر كامل انا اتمنى ان يتعمل حظر كامل بس لا فحالتين لما نكون قادرين اقتصاديا كشعب ان احنا نستحمل ده ونكون من الناحية التانية لقدر الله عندنا حالات وفاة كتيرة لكن لما ابقانا واحد من الناس عمال اقول حظر كامل حظر كامل واترق على الناس اللي نزلها العتبة ولو حد قال لي روح العتبة ما عرفش اروح لها غير لما حط العتبة على الجي بي اس ومش حاسس ان فيه ناس هناك في الازهر ممكن يكون شغال عامل باليومية عشان ياكل ويشرب هو واقف قدام محل عشان يشيل الشنط من التاجر اللي بيشتري الحاجات فياخد خمسة جنيه يقود بها نفسه اخر اليوم الناس اللي احنا ممكن تكون انت منفصل عنهم ومش شايفهم وشايف ان هما بينزلوا العتبة هما مضطرين ينزلوا العتبة او ينزلوا المكان ده مش معنى الكلام ده ان هما صح ان هما ينزلوا بالاعداد دي لما شوف مكان زحمة لازم ابعد عنه بس انا مبقاش انا قاعد في برج من العاج وبقول للناس ما تنزلوش تروحوا لا انت حضرتك ممكن تورك فروم هوم في ناس فيهم ما عندهمش هوم اصلا يورك منه في ناس فيهم ما عندهمش اكل ولا شرب حضرتك مرتبك بيجي على اي تي ام كل اخر شهر هو لما بياخد ميت جنيه بيبقى كده شهره كله قدر يصرف فيه ما نقدرش الاقتصاد بتاعنا ما احناش داي امريكا حينزلنا على ال اي تي ام بتاع كل مواطن الف ومتين دولار في ناس عندنا بتشتغل يوم بيوم عشان تصرف سواء التاكسي اللي كان بيشتغل الصبح في مؤسسة حكومية وبالليل بينزل يشتغل على تاكسي عشان يدفع ايجار التاكسي او القصة بتاعه لما حصل حظر بقى النص التاني بتاعه مش موجود فنص داخله وقع مش معنى الكلام ده ان احنا نسيب الموضوع سبه لا 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 بس واحنا بنطلب حاجات ما ننفصلش عن الواقع مايبقاش انا معرفش حاجة عن الازهر غير ان انا بروحه في رمضان عشان روح اعط في الاهاوي بتاعت الحسين واقول للناس ما تروحوش ماهو انا لازم احط ده في الحسبان امتى يبقى في حظر كامل لما يكون فيه لقدر الله موضوع زي ايطاليا واسبانيا انا معاكم واقف اقول حظر كامل خلاص لا الناس تقعد في البيت او لما يكون الاقتصاد بتاع البلد قادر يستحمل ان الناس اللي بتاخد باليوم الاجارية الغلابة دول اللي ممكن الناس تكون ناسياها واقعادين في بيوتها في الكمباوندات اللي مش راضين يدخلوا الست اللي كانت بتيجي تنظف لهم البيت اللي بتاخد 100 جنيه ولا 200 جنيه تنظف لها البيت انت مش عايز تدخلها البيت عشان انت خايف على اهل بيتك من الكورونا وخايف على نفسك من الكورونا فانت سايبها الست دي مش رايحة حتى دلوقتي تنظف فيها البيت اعدى في بيتها مش لا يتاكل فاحنا لازم يعني الموضوع ما يبقاش منفصل ما نبقاش شقين في المجتمع منفصلين الواحد يعز عليه ان هو بيتكلم مع ناس كده وبيتكلم مع ناس كده او ان هو شايف الناحية دي وشايف الناحية دي ما احنا فوق فيه ناس بتعمل حاجات غلط وتحت في المجتمع فيه ناس بتعمل حاجات غلط بس نبقى ارحم من كده على بعض اه اللي حصل في الازهر واللي حصل في العتبة غلط غلط كبير بس ما نبقاش قصين على الناس كده ما نبقاش فيه القصوى دي هو مضطر ينزل الانت تقدر ما تنزلش لو شغال في شركة قطاع خاص وقال لك روح انت تقدر ما تنزلش هو مضطر ينزل للعتبة انت وهو مضطرين بس انت ممكن تبقى عندك شوية تحويشة سيفينجز حاطتها على جنب هو ما عندوش سيفينجز مش معنى ده والله ان انا بدافع عن ان يبقى الحظر جزئي ولا اي حاجة بس هي الفكرة انا اللي مضايقني واكيد مضايق ناس كتير فكرة ان احنا بقينا نفكر بشكل منفصل عن بعض احنا نساج واحد نسيج واحد نزول حضرتك ممكن يعرضك انت واللي رايح العتبة للكورونا وهو برضو في العتبة ممكن يتعرض للكورونا ويعرضك فاحنا اي حد فينا حيشيل الفيروس هو حيعدي التاني فلما نقول نقعد في البيت اللي قادر يقعد في البيت يقعد في البيت بدون ما نزايد على بعض لما نقول في شام النسيم جاي وفي عيد جاي يوم الحد والاتنين فبنطلب من الناس انها ما تنزلش ويبقى في اجتماع مجلس وزراء النهاردة يبقى نسمع الكلام وما ننزلش بس ما نزايدش على بعض يعني من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بأول حجر بلاش المزايدة على بعض الاجتماع بتاع مجلس الوزراء فيه تفاصيل كتيرة جدا وبكرة مجلس المحافظين النهاردة وبكرة في اجتماع لمجلس الوزراء في كلام مهم جدا بخصوص الجمعة والسبت والحد والاتنين الجايين يوم الحد عيد القيامة ويوم الاتنين عيد شام النسيم حد واتنين البنوك مأجزة كنا اتكلمنا مع المستشار نادر ساعدة قبل كده بخصوص شام النسيم والناس اللي هتنزل تعط في الشوارع في الأماكن الخضرة الجناين اللي في الشوارع